وزير العدل يدرشن بإقليم لفقيه بن صالح مركز القادي المقيم بدار ولاد زيدوح الذي كلفت عملية تهيئته نحو عشرة ملايين درهم ويندرج في إطار مواصلة برنامج تفقد وتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة تم تشييد المركز القادي المقيم بدار ولاد زيدوح التابع لهذه المحكمة بالمواصفات الجيدة ولما نتحدث عن الورش الكبير لإصلاح منظومة العدالة فهذا الإصلاح للعدل ليس إصلاح على المستوى العدالة القضائية ولكن أيضا على مستوى العدالة المجالية العدالة المجالية التي تحقق الأمن القضائي والأمن الخدماتي بالمناسبة أجرى وزير العدل زيارة تفقدية للمحكمة الابتدائية سوق السبت لدنمى للاطلاع على ظروف العمل بها هذه الزيارة لا تقتصر فقط على تدسين المرافق الجديدة وإنما أيضا يكون فيها واحد الجانب المهم ديال الطلاع الأوضاع التي يشتغلون فيها السادة القضاة والسادة قطر كتابة الضبط وموظفين في المختلف المحاكم لمازال تحتاج إلى تهيئة جديدة هذه الأوراش تتوخى تعزيز الخدمات القضائية المقدمة للمواطن وتوفير الشروط الضرورية لإرساء بيئة قضائية ملائمة ترجمة نانسي قنقر